السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب ابتدائية التبوك الأهلية النموذجية طلاب الصف الثاني الابتدائي أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير معكم معلم الصف الثاني الابتدائي وهي بنا نستمع إلى نص من نصوص الاستماع بعنوان أحب العمل في حديقة الأزهار كانت فراشة صغيرة تطير من زهرة إلى زهرة وبينما هي تلعب وتمرح بين الأزهار قابلت صديقتها النحلة العاملة فقالت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردت النحلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفراشة أراك اليوم نشيطة وسعيدة مثلي تعالي لنمرح سويا ونطير بين الأزهار ردت النحلة أنا أحب أن ألعب معك يا صديقتي ولكنني لا أستطيع اللعب الآن الفراشة لماذا لا تستطيعين ذلك؟ هل أنت غاضبة مني؟ النحلة لا يا صديقتي ولكنني أعمل الآن لأجمع رحيق الأزهار ثم أتعاون مع رفقات النحلات العاملات لنصنع العسل اللذيذ الفراشة وكيف سألعب وحدي؟ النحلة لن تلعب وحدك سألعب معك ولكن بعد أن أنتهي من عملي الفراشة أنا موافقة سأنطلق لأعمل بنشاط مثلك النحلة النحلة أحسنت يا صديقتي وتذكري أن تعملي بجد وإخلاص فالله يحب المخلص في عمله وبعد أن انتهينا يا أبطال من سماع هذا النص أوجه سؤالا ماذا نستفيد من هذا النص؟ نعم تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إتقان الإنسان لعمله يجعله محبوبا من الله والناس الجد والإخلاص في العمل ترتيب الأولويات فالعمل أولا ثم اللعب إتقان العمل يؤدي إلى تقدم المجتمع أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية كم عدد الشخصيات التي تحاورت في النص المسموع نعم إثنان هما الفراشة والنحلة أستمع وأضع علامة صح أمام الخيار المناسب فيما يأتي قالت النحلة للفراشة أحسنت يا صديقتي وتذكري أن تعملي بجد واجتهاد إخلاص نشاط نعم إخلاص من قابلت الفراشة النحلة العاملة ملكة النحل نعم النحلة العاملة ماذا طلبت الفراشة من النحلة أن تساعدها في جمع الرحيق أن تطير معها بين الأزهار نعم أن تطير معها بين الأزهار أستمع وأضع علامة صح أمام الحدث الذي سمعته في النص تركت النحلة عملها وأخذت تلعب مع الفراشة ستلعب النحلة مع الفراشة بعد أن تنتهي من عملها نعم ستلعب النحلة مع الفراشة بعد أن تنتهي من عملها أستمع أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة أي الأسماء لأتيتي لم يرد في النص زخرة نحلة فراشة سيارة نعم كلمة سيارة لم ترد في النص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر شكرا